حذرت منظمة الصحة العالمية من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان مرتفع جدا بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل الحرب المستعرة بين إسرائيل وحزب الله بلبنان وعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا وهي تعاني من أعراض العدوى وحذرت منظمة الصحة العالمية منذ أشهر من أن المرض قد يعاود ظهور في ظل تدهور حالة المياه والنظافة بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة